هجوم وتفوق لصالح قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا هكذا هو المشهد على الأراضي الليبية فبعد أن كانت العاصمة طرابلس محاصرة أصبحت اليوم تهاجم قوات حفتر دخول أجزاء من سرط وتطويقها من الغرب والجنوب بعد استعادة كامل طرابلس وترهونة وبني الوليد جعل منابع النفط قاب قوسين أو أدنى من سيطرة حكومة الوفاق لا سيما مع الهزائم الواضحة لقوات حفتر قادة العمليات العسكرية في حكومة الوفاق يصرون على استعادة سرط والجفرة ويعدون الدخول في حل سياسي بمثابة منح فرصة لإنقاذ حفتر والحفاظ على الشرق تحت سيطرته مما يعني إطالة أمد الصراع في ليبيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار إلى أن التطورات الراهنة في ليبيا ترجح استبعاد الجنرال حفتر من المعادلة السياسية على ضوء الجهود الدبلوماسية التي تجريها أنقرة مع واشنطن وموسكو أردوغان أكد عقب اتصاله بنظيره الأمريكي ترامب أن هناك احتمالية فتح صفحة جديدة في التعاون الأمريكي التركي حول ليبيا مشيرا إلى أن ترامب وصف وضع تركيا في ليبيا بالناجح يبدو أن ما حققته حكومة الوفاق من تقدم على الأرض دفع حفتر وغيره إلى خيار الحل السياسي في ليبيا ضمن إطار عملية برلين المدعومة من الأمم المتحدة الأمر الذي أكده الاتحاد الأوروبي مشددا على ضرورة عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات